ايه الورق اللي انا مضيته ده كله؟ ما هو اللي عايز يتعامل مع الحكومة لازم يتعود على الأوراق دي كل ده عشان نعمل جامعية خيرية؟ ما تقلقيش مانا خلص خلصت كل الإجراءات مش فاضر غير توقيع اتنين من المؤسسين مين ايه ده انا مقدمة لوحدي؟ ما تصدعيش دماجك انت هو القانون كده عشان تنشئي جامعية خيرية لابد من عشر مؤسسين عشر؟ دوالة فريق كورة مش قلتلك ما تصدعيش دماجك؟ مانا خلاصة جمعتوهم وقدمنا وخلصنا كل الإجراءات أقل من خمستاشر يوم حيكون صدر ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي ما هيبقى عندي دار ايتام؟ وحتقدر يتعملي كل اللي عاوزها انا شعارفة اقولك ايه بجد يا مصطفى الدار دي حلم من زمان نفسي حققه ما دام لئيتك صافيا ربنا حكون دايما معك بس تفضل جاملي انا من غيرك مقدرش اعمل حاجة ما تشيريش اعمل انا جنبك وحافظة لجنبك على ايه بقى الخطوة اللي جاية؟ حاجة بكرة تشوف الارض اللي حنبني عليها دار الكرمة لرعاية الايتام الارض دي تخص عميل عندي عرضها للبيع لانه مديون للجنوك ولازم يسادت حالو مساحتها ايه الارض دي؟ فدان واربع قراريت فدان واربع قراريت فدان واربع قراريت يعني اربعة تلاف وتسعمائة متر؟ ايه ده؟ ما شاء الله عليك يا الله اكبر بالزبط كده وطالب فيها خمسمائة جليل اللتر طب يلا يا ماتر شوف امتى انت جاهز ونمضي العقود بس انا بقى هقدر اخلصها على 400 جنيه للمتر مش انت بتقول ما ديون للبانك وعايز يسدد؟ ها؟ ما تديله الخمسمائة اللي طالبهم انت عارفة مية جنيه دول حيوفروا قديه؟ حيوفروا نص مليون جنيه؟ ياه استاذ مصطفى بيه فكهاها عالناس شوية عشان ربنا يفكها علينا انا ما شفتش كده ابدا بس انا شفت كتير من فضلك يا استاذ مصطفى نبتدي الاجراءات من الاسبوع اللي جاي ده بعد ما اشوف الارض وتعجبني وعندك تصور واضح عايزة ايه في دار الايتام؟ نفسي من ساعة ما يصحوا من النوم يبصوا على جنين ومناظر حلوة يدخلوا فصول فيها ناس تحببهم في الدراسة نفسي عمل لهم مسرح يحققوا فيه كل اللي هما بيحلموا بيه يمرسوا هوايتهم هما مبسطين يدخلوا بيه يغنوا تعلموا مزيكة يرقصوا عايزهم يرجعوا على قوادهم الحلوة النضيفة يناموا وهم مبسطين انهم ما عايزين يحلموا نفسي ما يبصوا ويشوف طفل زيه ماسك ايه ده ابوه ما حسش بالفرق اللي بينه وبينه الحرمان ده حاجة صعبة قبل عايزهم لما يخرجوا من المكان ده يحسوا ان المكان ده فيه زكريات حلوة ليهم يحس ان المكان ده خرج منه انسان مفيد لبلده وزي ده ايه طفل عاش مع اهله يبقادرين يعملوا حاجة في مجتمعهم تخليهم فخورين ان هم عاشوا في المكان ده مين قال انه فقد الشيء لا يعطيه احنا لو قدناهم الحنان والعطفل اللي هم محتاجينها هيكبروا وهم حاسين وعايزين يدودا للناس اللي حوالين لا يا فوزي انا مستحيل انسى البنت دي دي مش بس نصبت على اهم عاملة عندي دي وصلت لي انا شخصيا وبتهببني انا قدام دي طرف خيط لو مسكته هجيب البت دي هي والعلي اللي معاها البت دي اكيد بنت سايد مستكا وهو بيغطي عليها صباح الخير صباح الخير وصلت لإيه شهدت الوفاة يسعدتك شهدت وفاة ياسمين سايد مستكا كان عمرها سبع سنين توفت في حدث التعربية شكراً انا رأيك فكك من البنت دي والايال اللي معاها المهلة اللي مدها لك لعمل بتاعك خلصة النهاردة يا اول عملية اخرج منها خسران يا فوزي انسى يا امين عشان تعرف تعيش مرتاح انسى ازاي بيحد دوني بامراتي وبنتي فشينك دول بيوصلولك انهم صيعاً لو عايز رأي فكك من الآيال دي حاول تهضلك عجازة يومين كده وتطبست انت وامراتك وبنتك وربنا ههوعد عليك بقى في العملي اللي خسرته ايه اللي جابك؟ هو ما كانش فيه ما عاد بيننا هوا بايك يلا بعتبر انك نسيد وهلا جاي فكرك انه المهلة خلص خلصة بص يا استاذ جابي انت دخلت بيدي فعولها لك في وشك ولا انا ولا حد الشاي الاسم هداية هيشتغل معاكم لا ما وصلت لانو رسالتك لو انتك هتوصل متل ما هي تتمنى انك مقدر حجم الخسائر للا هتخسره خسائر عندي ولا عندك وانتو ما تخلينا نلعب على المكشوف معنا بقتاً ضايعوا احنا امطرنا كتير كلامي معك خلص ومش عايزة ضايع وقتاً ومش هرجع في كلامي بس انت هيك تسلملي عم تلعب مع الناس الغلط بالعكس بحب اختار عدائي كويس عشان اتبسط وانا بلعب معهم اذا الحرب ابتدت يا عمر بايك حسك حلو ان اخويا كمال امراته اعياله مش موجودين انا جاهز ولا دي اول مرة ولا هتكون اخر مرة اي واحد يقرب من بيتي حتدمر تفضل حسك الحسك يغلو الاشع ماذا أحب بأمي هو أنه يعمل جدًا أريد أن أمي بأمي 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 وليلي حملة إيه في المدرسة؟ عندي شوية مشاكل في الماث بس مامي قالتلي هتبقى كويزة صح كل حاجة بتبقى أحسن بالوقت هتضل لك تتعشى ولا مستعجل؟ رهف حبابتي؟ نعم ممكن تخش قطك؟ لا أنا أعدلكم عشان ما تتخنقوش تاني